نهر رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إن شاء الله موضوع المحاضرة اليوم سوف يتناول القرآن الكريم عكف المسلمون بالعموم بصنة وشيعة في الآونة الأخيرة على أنه كل واحد يجيب من كتاب الآخر أو كتب الآخر أن القرآن الكريم هو كتاب مفرف ولكن يبرهن أنه الطائف المقابلة لأله هي طائف قائمة على الباطل وتنسوا بذلك أنه ما يقومون بتدميره هو الإسلام نفسه وليس فقط موضوع الطائف الأخرى لأنه صار الموضوع هو فقط تسجيل نقاط يعني أنت عندما تطرح أنت كشيعي عندما تطرح على الأس المقابلة لألك في الطائف الأخرى موضيع الإمامة والولاية تستند عليها من القرآن الكريم فيصل النقاش معك لاحقا أنه لأنه يتهمك بأنه القرآن أنتو عندكم محرف للشيعة يعني فالشيعة يقوم بأنه يجيب له روايات بقوله لأ أساس التحريف هو عندكم من عند أهل السنة هو الشيعة ممكن يتناقلوهم أو شيء أو يوجد وعندهم أحديث من أهل البيت بأنه بعض الآيات القرآنية هي من التحريف اليوم إن شاء الله سأتحدث بهذا الموضوع بطريقة مختلفة ما أحد حدث أجيب هذه الرواية وهذه الرواية لأنه العلماء من كلا الطرفين أشبعوا الموضوع لدرجة وصلت أنه في أحد الأيام رأيت أن أخت تشيعت هي خديثة تونسية كانت موجودة مع أحد المشايخ الشيعة وتحدث لها عن التحريف القرآني وبين لها من كتب أهل السنة أنه القرآن محرف فهي قامت بالبكاء بلاشت تبكي وذلك أعزز أنه شفتي شو المظلومية الموجودين فيها أهل البيت مبنية من هذا الطرف يعني أنه نحن وهم يقولون أنه نحن نحرف القرآن أنه القرآن محرف نسبت ذلك التحريف من كتب أهل السنة والموضوع كلا يتصار فقط تسجيل نقاط يعني هذه الطائفة عم تسجيل نقاط على هذه الطائفة وهذه الطائفة عم تسجيل نقاط على هذه الطائفة الأخرى والدين كلا يتوى القرآن الكريم يعني نحن عم نقول بطريقة تشبيه بخبر كان لأنه صار الموضوع تحدي مش أكتر من أنه الإسلام يضيع أكتر من هيك بعد الإسلام اللي هو يحرك كل هذه الأشياء والذي هو دستوره القرآن الكريم يضيع لما يكون الإسلام عدل لأهل البيت سلام الله عليهم عم بيبلش يضيع عم بيخلوه كل شي عم بيخلي كل شي ينهار فقط من أجل مصلحة تسجيل النقاط هذه الطائفة سجلت على هذه الطائفة وكل الطرفين عم بروحوا الموضوع كاملا فلذلك أثرته على نفسي أنه قلت حان الوقت أنه بلج أدخل بهذه المواضيع لحتى ندخل بحقيقة فهم القرآن الكريم هو ليس فقط كتاب وعدة جمال ونفتحه أول شي تقبيلا وبعدين احتراما ونبلش نقرأ من الآيات اللي جواته لحتى هو فقط شيء ظاهري أو باطني أو له أبعاد وكل بعض يرتبطه بالذي يقرأه بهذه الطريقة سوف أتحدث عن النقطة لأنه هذه النقطة هي مبدأ معرفتنا بالقرآن الكريم حقيقة المعرفة بالقرآن الكريم خلينا نترك موضوع التحريف على جنب شوي الآيات الرواية التي ذكرهاها البيت على جنب شوي لحتى نعرف ليش أهل البيت قالوا عن هذا الموضوع قالوا هذه الآية تقرأ كذا ولا تقرأ كذا وهي الأمور كلا يتعلق حتى نحن نفهم هل البيت إذا هني عدل القرآن الفقيقي الفقيقي ليش نتحدث عن هذا الموضوع حان الوقت أنه ندخل أعمى بهذا المخلوق طبوه هلأ في رواية في رواية قيل أنه لا مخلوق لأنه هو كلام الله فالأمور لا الموضوع نحن نتحدث منه من منطق الناسوت القرآن الكريم هو مخلوق لله عز وجل وكلماته كلها يأتي مجموعة مركبة من مجموعة من مجموعة معطيات وهذه المعطيات لا تأتي إلا عن طريقة تراكمية عن طريقة خلقية عن طريقة تراكمية لأنها تتشعب منها أمور دستور الحياة يتشعب منها العلوم تتشعب منها كل شيء ممكن أن يخطر على بالك يعني بهذه الصفحات بهذا الكتاب الصغير كل شيء في الأرض ما كان وما يكون إلى يوم القيامة موجود فيه ولكن يجب أن تعرف كيف أن تقرأ هذا الموضوع عندما تنظر إلى القرآن الكريم من أحد أجمل أسراره أحد أجمل أسرار هذا القرآن العظيم وأنا هتحدث لكم اليوم من منطقي المحبة من منطقي الارتباط به يعني من منطقي هو بالتحديد هذه المظلومية التي يعيشها مثل كل شيء في الإسلام الكعبة تعيش المظلومية القرآن الكريم يعيش المظلومية لأنه يمثل على على الأشياء الإلهية اللي جعل الله عز وجل لدينا على الأرض لأن احنا مشغولين بأشياء كثيرة مشغولين بالصراع مستعدين أن نقول القرآن الكريم محرف كرمال هذا الصراع لحتى نشغل هذا الصراع الكبير الذي يجب أن ونحن نظن أنه يجب أن يدمر الإسلام به لعم ندمر الطائفة الأخرى به لحتى ينتشر التشعيع أو بالعكس بس ولكن حقيقة الموضوع مختلف نهائيا عند الله عز وجل الموضوع مختلف نهائيا يعني نحن يجب أن نتمسك بالموضوع القرآني بطريقة وثيرا خلينا ندخل خلينا ندخل أعمق بدش أن نفوت بهذه هذه التوصيفات الرومانسية طيب الحقيقة القرآنية الأخوات من أحد أسراره العظمة إذا نحن مثلا نفتحه على أي آية هي إنعكاس أحد الآيات الموجودة فيه أي شيء تأتي به أجيبه سوف تنظر إليه واشتوف ترهه كإنعكاس لا أريد أن أتحدث أنه هي إنعكاسات مرائي أو مرآت لا لأنه الموضوع أعمط من هذه الرؤية المرآتية أو المرآت أو كذا هو إنعكاس وتجليات هي هو صور قائمة على ما تنظر إليه أنت على ما تريده أنت على ما ينعكس به أنت خلينا ندخل أكتر بهذا المضمون حتى نقدر نفهم هذه الثقيقة اللي غابت عنها كثير 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 وقت طويل وحان الوقت يعني أنا وقت أجلت شوي لحتى لتفادي بعض المشاكل بس هلأ حان الوقت لإله بعد ما صار الموضوع هو موضوع مسيطر على موضوع مسيطر على الطائف على الدين الإسلامي كدين الموضوع الخلقي القرآن الكريم أول شيء لما نفتحه هو شيء خلقي عاكس لإلك أنت يعني هو يتحدث إلينا نقل نحن لما ننظر إلى المقامات اللي موجودة فيه محمد صلى الله عليه وآله والأنبياء كل يتون مش موجودين كأشخاص يعني مثلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيئلك من أحد الأشياء المحرفة فيه أنه محو كل شيء محمد وتركه مرة وحدة ذكر بلإسف محمد رسول الله والذين معه أشدع الكفار وخماء بينه ذكر الله عز وجل هون الرسول تشخيصاً لإله من دون المقام وهذا أرفع شيء في القرآن الكريم بينما ذكر كل الأنبياء كمقامات خليني شرحت كتير الموضوع بس بشرحوا شوي صغير للناس الجداد يعني موسى عليه السلام والسليمان سليمان وموسى وعيسى عليهم السلام والأنبياء الأربعة وإبراهيم عليه السلام هن تحدثوا عن عناصر الأربعة الله عز وجل جعلهم عناصر في القرآن الكريم طبائع يوجد لدينا طبائع ويوجد لدينا عناصر العناصر هن هؤلاء الأربعة الطبائع أنبياء مختلفين ويوجد من الأنبياء من جبع طابع والعنصر مع بعضهم وبعض وهذه أول مرة أتحدث فيها بهذا العمق لا لأنه حان الوقت للخروج من هذه القمقم الطائفي والدخول بحقيقة روحانية القرآن الكريم كروح مخلوقها لأنه مخلوق مخلوق يتنفس أنا ما بديش أخوثكم أكتر إذا الناس بتخاف هذه النقطة بس هو مخلوق يتنفس مش الموضوع مخلوق على الأوراق هون لا هو ارتباطنا بهذه المرآت نحن كيف نفتحها وكيف نشوفها وكيف تنعكس علينا وكيف بتجاوب أجوبتنا ولما نسألها وهالأمور كلا لما نسأل القرآن الكريم كيف يجاوبنا بآياته بفهمه لأنه نحن نشوفه بينصحنا بالمسألة التي نريدها وأكتر الناس استغلالا لهذه النقطة هن الذين يقولون لكم اليوم نحن بنفتح لكم الغيب لإلكم أنتو بفتح القرآن الكريم وهذا أيها الأخوة والأخوات من أعظم بالنسبة لإلي لا يوجد فتوى من أعظم المحرمات يعني درج عندنا في لبنان في العراق وسوريا وكل الدول العربية كانوا بقولولك أول شيء تعم نشوف لك الطالع هلأ بقولك نفتح لك القرآن الكريم لحتى نشوف المستقبل لك أنت وانتبه هذا فص من فقوخ الشيطان لأنه أنت اليوم عم باعتذر لهذا التعبير في حق القرآن وليس فيكم يعني باعتذر باعتذر بحق القرآن الكريم أنه أنتو عم يلعب فيكم في هذا الإعناكاس القرآني لأنه أنتو عم تدخلوا هون بمعنى المكر الإلهي المكر عليه صلى الله بأحسن بأفضل الماكرين أو أحن الماكرين الآية اللي هي أنا قلتها غلط بس أنا بمعنى شوف فرجيكم معنى المكر الإلهي لا لأنه هذا الحسن بهذا المكر هو لألنا نحن لكي نتعلم منه لأنه أنت إذا أردت أن تلعب الموضوع الغيبي من خلال القرآن الكريم أنت عم تفتح لنفسك أشياء هائلة جدا لا تدري بالتحديد المدى اللي ممكن تصله واللي ممكن يوصلك لإله هذا القرآن لأنه الله عز وجل لا يعبد من حيث يعصى لازم نحن نفهم هذا الموضوع لازم نفهم أنه القرآن موجود لهذا الإنعكاس وليس للإنعكاس الغيبي لإلك أنت إلا إذا شاء الله عز وجل هذا شيء آخر أنتبه أنا عم بحذركم من هذه النقطة لأنه هون بلش الشيطان ينصب فخوخه الفخ اللي إله بتروح لعند حدن بتروح عند وحدة بتقل لك افتح لك القرآن الكريم حتى شوف لك الغيب لقل لك بتصير تفتح القرآن بتنوي بتلاقيها عم تفتح الآية وبنزله وبطلعها بتلاقيها ما شاء الله محجب هو محترم حاطة بخور وعم يسمع القرآن كل نهار وقل لك أني ما في عندي آيات كذا ما في عندي أشياء آآ والله أمكروا الماكرين نعم ما في عندي أشياء وما في عندي آآ عم بيستعمل جن أو شي بس فقط هو موضوع القرآن يعني هو القرآن بيحكي وهنا مبدأ المكرر الشيطاني عفوا مبدأ الفخ الشيطاني هون صار في فخ شيطاني لأنه أنت دخلت في المراية القرآنية خلف الروحانية القرآنية هلأ خلينا نحن خلينا نحن نفوت أكتر وأكتر نعم والله خير والماكرين يمكرون ويمكر الله والله خير والماكرين أص Taow الضبطنا على الآية لأنه أنا قلت بطريقة إنعكاسية ما قلت الآية القرآنية طيبو عم برجع على الآية القرآنية هو شو يمكرون ويمكر الله والله خير والماكرين بس أنا إلتب بطريقة إنعجاسية عم أحاول بس فهمكن النقطة طبوا يا الاخلين ايه ف ف نلقى على القرآن ف بنلاقي مثلا أسماء الأنبياء أسماء الأنبياء هن كمان هن يقسمون بين أخسام الطبائع ومنهم بعض الطبائع بيجي الأقصام التانية اللي تلكم عنه فيه هناك أربع عناصر فيه أربع عناصر فيه طبائع هناك أنبياء مخصصة للطبائع أنا ما تحدث عنه من قبل نهائيا لأنه هذا الموضوع الطبائع والعناصر تانيته نجمعون مع بعض وينشأ ما دعوه دائما بقلكم عنه هو الجامتر المقدس موضوع الجامتر المقدس أنا لهلأ بعد ما فتحته من قلب القرآن الكريم يعني هناك العناصر الموجودة فيه كيف بتتكون منه مثلا بنقول كم مرة ذكر موسى عليه السلام مش بس كم مرة ذكر موسى كم مرة ذكرت نفس القصة لموسى بس ولكن من منهاج آخر ليش هذا الموضوع لأنه مثلا نحن منجيب عنصر موسى العنصر اللي هو العنصر المائي العنصر المائي له شكل جيومتري إذا بتشوفه بتعده كم كم بالشكل الجيومتري كم يوجد كم تقاطع من العناصر الخمسة الأفلاطونية اللي هني موجودين بالجيومتر المقدس بتلاقيهم بتعدوهم نفس العدد الذي ذكره فيه موسى حتى أنه بكل مطرح هناك ثلاث أربع خطوط يتقاطعون مع بعضهم نفس القصة ذكرت بالقرآن الكريم بنفس الطريقة وهي تتقاطع مع بعضها البعض ولكن كل واحدة تتجه باتجاه مختلف على حسب التشكيل المائي على حسب التشكيل الهوائي على حسب التشكيل الأرضي على حسب التشكيل الناري فمتوا كيف؟ فالأنبياء كلها يتنذكر في القرآن الكريم هون كمخلوقات ذات أبعاد هذا اللي لازم نفهم ونحن أكتر هذا كله لوصلكن لحقيقة ما يريده أهل البيت لما يقول لكم عن هذه الآية شو هي الأبعاد اللي إلها ولمن قيلت وكيف قيلت وأين قيلت وعلى أي أساس قيلت لما نحن نقول هذه الروايات التي ذكرت من أهل البيت ونهاية الآية لازم تقرأ كذا وكذا وكذا فهون منلاقي أنه كل شيء من القرآن الكريم مع كل الأنبياء الذي ذكروا فيها هن بين العناصر والطباء لا لأنه أنا إذا قلت أساس شفائي أنا الله عز وجل لما أقول الله عز وجل ينزلوا من القرآن ما هو شفاء أي شفاء شو يعني كيف بده ينزل شفاء من القرآن بيجيبوا آيات بيصيروا يقول لك ردد هالآية 20 مرة وهذه 30 مرة وهذه كذا إذا لم تذكر من أهل البيت كمان ما بتزبط حتى لو ذكرت من أهل البيت في بعض الأحيان ما بتزبط لا لأنه يجب أن تعطع حسب الطبائع طابع الشخص اللي موجود أمامك لأنه الرواية لم تذكر لمن قيلت هذه الآية على أي أساس قيلت فشفاء القرآن الكريم بهذه الطريقة يجب أن تكون كلاية ذات طوابع طابع همتوا كيف؟ ذات عناصر وهذه العناصر والطبائع يجب أن تتفق مع الشخص الذي يجب أن تعالجه منه هيدا عم بتحدث على صعيد العلاج العلاج الجسماني فيه هناك العلاج المعنوي فلذلك نحن لما الله عز وجل بإلغ اقرأ القرآن من أول إلى آخر مثلا فأنت عم توحد الطبائع والعناصر مع بعضها البعض لحتى توصلك كإنسان فيه التكامل لحتى يوصل لموضوع التكامل كنتوا كيف؟ يعني هناك طبائع هناك عناصر تلنتهم تجمعوا مع بعض وتوصل لموضوع التكامل أين أنا يوجد الطبائع والعناصر يوجدوا بأسماء الأنبياء منهم من جمع الطابع والعناصر مع بعض مثلا تشوف داود داود كان يلين الحديد يعني بحوله لشيء لين واللي هو يرتبط بموضوع الماء بس بنفس الوقت يلينه بالنار هناك عنصرين مع بعضهم البعض نفس الشيء أنبياء يعني يخطر على بالي أنبياء كثر كل نبي من الأنبياء لديه عنصر من العناصر وهذا العنصر من العناصر هي قائمة على الطبائع وهذه الطبائع كلها تدخله في هذا المضمون هذا المضمون القرآني الهائل اللي هو نحن يجب أن ننظر إليه كروح مخلوقة من الله عز وجل الله عز وجل جعل فيها هذا الشيء الهائل كبير جدا الذي نحن نهينه فقط لتسجيل النقاط هذه أحد الأشياء أحد الأشياء العظمى في القرآن الكريم أنه كل بسملة لكل آية هي فقط ترتبط بها هون من أعظم الأشياء اللي نحن أول من بلش نفتح القرآن ونقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بتجي آية من الآيات مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابه هذه الآية هات بسملة إذا نحن نحن بل نحن شوفوا سبحان الله هون هون موضوع الإنعكاس كيف بيصير حتى أنتم تفهموها بالضقة يا إخوة أخوات يعني إن شاء الله توصلكم هذه النقطة بحاجة لتكرار كتير بس إن شاء الله بتوصلكم أنا لما قل لك أنه كل بسملة من الآيات لما تبلش بالصور ببدايات الصور هي عاكسة فقط للصورة اللي تحت منها بتقولي كتاب كيف من إحنا نبلش بالمسملة اللي فوق ما من نوصل لتحت ونقول البسملة صحيح لا لأنه بسملة بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة مثلا لصورة الأنبياء عاكسة فقط للآيات اللي تحت منها فالله عز وجل بمعرفته الغيبية يعني وجود بسم الله الرحمن الرحيم كبسم الله الرحمن الرحيم في أول الآية ليس فقط لموضوع التبرك ونبذ الشيطان والتوكل على الله بهالأمور لا هو موضوعي أخذ هذا أخذ دسم أو روحانية أو انعكاس هذه الآية اللي أنت هتفوت فيها هلأ لا لأنه ها هي الانعكاسية الكاملة فيها لذلك العارف للسالك إلى الله عز وجل العارف بمضمون القرآن الكريم بروحانيته لما أنت تمسكه تمسكه بتلك الروحانية مش تمسكه ككتاب مضبوع أو بتقول مثلا هذا محرف أو لا تمسكه بهذه الروحانية أنت ببلش تأخذ منه هذه الروحانية اللي هي أخذ منها وهذه يا أخوة الأخوات أكدها لنا أهل البيت صلى الله عليه يعني هذه الروحانية أكد كيف أكد لنا شوفوا مثلا الروايات شوفوا في رواية مهمة جدا بيقلك مثلا هناك هذا التجلي الرؤية الباطنية شوفوا بيقلك عن علي عليه ستكون عني رواة يرمون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن فقذوه وإلا فدعوه جعفر عن رسول الله قال إن الحديث سيفش علي فما أتاكم عني يوفق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني يعني أنت أي شي بيجيك مني أي شي بيجيكم مني من أهل البيت عرضوه على القرآن طيب المرة قلت لكم إنه في رواية عن أهل البيت إن الله عز وجل خلق الأرض على قرون على قرن الثور وقرن الثور موجود على بعين حوت وواوا طلعوا مشايخ وقته وصار يتضحك على الشيعة إنه هذا الرواية موجود عند الشيعة وطلع وقته سيد ونفى الموضوع وهذه المحرفة عن إسرائيلية فبتيجي للقرآن الكريم أنت عرضت أول شي بيقول لك ما تحدث عن قرون ما فهمت هذا الموضوع طيب كيف نرى هذا الإنعكاس هذا الإنعكاس ما بيصير إلا إذا أنت فهمت هذه الأشياء اللي عم بيقلك عنها هذه الأشياء اللي عم بيقلك عنها لازم تفهمها لازم تدخل بعمقها لازم تتشربها لحتى تقدر تنتج هذه الأشياء فبتكون كل بسملة موجودة من البسملات مرتبطة بالآية اللي موجودة تحت منا أو كلمات الصورة كلمات الصورة اللي موجودة كنت منها. مثلا صورة الانبياء بصورة الحديد. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله. هذه البسمة دي تحديد. مرتبطة بصورة الحديد فقط. صورة قاف مرتبطة بصورة قاف فقط. الذي يجمع كل هذه العلوم وهذا دليل على الموضوع. لانه ناس حدت ضحك لك. هذا عم بحشش. او عم بعم يحكي كلام بس لحتى يعني لحتى يسجل نقطة كمان على المسلمين انه لا. ما عم سجل ابدا ولا عم محك ولا نقطة ولا اي شيء. انا عم بيان حقيقة فقط. وهذه الحقيقة شوف شو بتقول. بتقول هذه الرواية انه كل ما في القرآن الكريم موجود بصورة الفاتحة. كل شيء شوف بصورة الفاتحة الاولى. كل شيء موجود بصورة الفاتحة موجود بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. شو يعني? يعني كل القرآن الكريم اللي هون موجود بصورة الفاتحة. وهذا معه البسملات. مظبوط? طيب. ازا معه البسملات. ما هي نفس البسمة الموجودة بصورة الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآيات الاخرى بالصورة الاخرى في بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ليش بدو يجمع كل هذي البس لما ليت لكل الصور اللي موجودة في القرآن بمعناتها موجودة بصورة الفاتحة. ويوجدو موجودة في صورة الفاتحة. سابقا من حول اربع سنوات عملت عدة محاضرات. قلت وقتها عملت وقتها تحديات على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب. صورة اهل عمران. وين موجودة بصورة الفاتحة? ازا نحن بناخد علم اهل البيت لازم ناخده بها الطريقة. لازم ناخد التحدي بها الطريقة. مش تحدي باشياء اخرى. كيف يعني? يعني مثلا مثلا صورة صورة البقرة وين موجودة بصورة الفاتحة? لانه في اقرف من صورة الفاتحة تستصروا كل صورة البقرة. ازا نحن دخلنا بهذا الموضوع العمق بعمقه. بحقيقته. لا لانه الحديث بقول كل ما في القرآن الكريم موجود بصورة الفاتحة. هلأ كيف يفسروا العلماء? بقى لك اه سورة الفاتحة بتقول انه اه الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الحمد وسورة الفاتحة حتى تتحدثوا عن الحمد لله. الحمد لله. كيف نحمده ونشكره ونعيش في الحياة. مواضيع فلسفية ما قلها ما قلها نكهة ولا طعم ولا حقيقة ولا ارتباط. لانه عم بيشوف القرآن الكريم فقط من من الزوايا اللي هني يمثلوها من خلال انعكاسهم. مع عم بيشوفوها من حقائق طبائع من حقائق الطبائع والعناصر. لا يقدروا يركلجوها بألبهم. يزبطوها بألبهم لحتى تقدر توصل لهذا الانعكاس لحتى يقدر يوضي يوصل لهم من اول وجديد. طيب. فنحن هون بيقلك من هون بدخل بمعنى الفاتحة. وهو فاتحة معنا ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب. وقال لك بسم الله الرحمن الرحيم. باللي بالفاتحة? مش باللي صور التانية موجودة بالباق. والباق فيها نقطة. والنقطة هي علم كامل. هي علم الكرة. علم الدائرة. مش هقلكم هي علم النقطة والامام علي قال انا النقطة واقوم وصلوا على محمد والمحمد. لا. هقلكم انه الباق فيها نقطة وهي نقطة دائرة كروية. والكرة هي اساسي الوجود الجيومتري للكون كلياته. فيها ما ما يسمى تلاتة فاصل اربعة عشر. وما يسمى الفاي. وما يسمى البتة والقامة والتاتة وهذا كل العلوم اللي موجودة. ما يسمى الابعاد كلياتها. ما يسمى النورانية المطلقة اللي موجودة فيها. لانه كل منشأ علمي ينشأ من هذه الكرة. كل شيء علمي. حتى علمي الابعاد ينشأ منها. حتى وجودنا البعدي مناشئ من هذه الكرة. والكرة اللي باتك هي هذه الكرة النورية اللي هي تمثل نور رسول الله صلى الله عليه وقاله وسلم بظاهرها وبباطنها علي. لانه الظاهر هو الكرة نورية باطنها تلاتة فاصل اربعة عشر. وهذا انا فرجيته كتير حتى تلاتة فاصل اربعة عشر هي كلمة علي. ازا احنا كتبناها. تلاتة فاصل اربعة عشر هي علي. كلمة عين. لام. الاربعة هي يا مقصورة. لانه الاحرف الاجنبية حقيقتها هي عربية. بس ولكنه الاجانب اخدوا اللغة العربية اخدوا الاحرف العربية اللي هي نحن هلأ بنقرها باللغة الانجليزية ونحن العرب اخدنا الاحرف الهندية. يعني نحن هلأ في شفت ناس هديك المرة عم يكتبوا انه احرار اه اسرار وحروف اللغة العربية بالارقام الحطين السبعة اللي هي سهم داخل لسهم باطنة. واتمانية هي سهم خارجي. والامور كلياتها مش حقيقة. هذي الاحرف هي احرف هندية. الاحرف العربية الحقيقية للأعداد هي باللغة الانجليزية. بس نشوف ثمانة. كيف تكون مربوطة ثمانة دائرتين مع بعضهم البعض. هنا يخلق الانفينيتي. الانفينيتي يعني شوه الازالية والابدية. ثم تسعة دائرة وطالع منها خط. ستة دائرة خط بهذا الطريقة لانه كل شيء بعد الستة اهل الكساء خلق. كل كل عدد عربي حقيقي اللي هو اجنبي اللي من الصفر. اللي احنا قلنا نقطة تحت الصفر. النقطة ممكن نكون نقطة بس هيك نقطة بس. وممكن نكون ده مثل الارض كروية. عشان هيك انا بيقول لي انت شو ده خلق بالعلم? خليك بالدين. خليك عم تعمل محاضرات دين. شو ده خلق تقلنا الارض ككروية. هي الارض مسطحة. بيقول لك هيك الارض مسطحة. لأ. انا دفعته بكل ما املك من علم على انه الارض كروية. لا? لانه هذا هو مبدأ دخول الشيطان منه. لما اقل لك انه الارض مسطحة. هون دخل الشيطان في عقل الهدى. في عقل الانسان لحتى يغير الخريطة العقلية الداخلية. لانه الخيال يبدأ من هذه النقطة. الخيال اي شيء بشوفوا انتم كل المؤمنين بهذه النقطة اي شيء ممكن تقولولهم عن انه فيه هنالك مؤامرة دغري يدخل منه. وينسون حقيقة عدوهم ويشتغلون دائما بالوهم. لانه اول ما اول ما يتسمعوا الصيحة الصيحة الجبرائيلية هي حقيقتها الصيحة العلمية. الصيحة العلمية المرتبطة باهل البيت سلام الله عليه. وادست عنه كتير. وحربت فيه كتير. لانه قلت من فترة انه من مقدمات الصيحة الضغوطية الخيال. اول ما بلشت الضغوط يصيح هو بيصيح بالخيال. شوفوا اللي بيدرسوا علم الطاقة. كلهم متخيلين. كله تخيلات. كله تخيلات. بقلك مرة عم بسمع واحد منهم. بقلك لحتى تدخل بالمعنى الكوني يجب ان تدخل في البعد الخامس. والبعد الخامس يفتحوا لك البعد السادس. هلأ بتلاقي كل كلهم بيفتحوا لك ابعاد ما هو ما هو ما هو يعني متل ما بقلك الواحد هو شو ما المال بيه وعم يفتح لك ياه موجود يلا. انا بقعبتي تعمل تحدي مباشرة مع اي لحنا شخص منهم. مهما بلغ من العلم. وانا مسؤول عن هادا التحدي بقلو تعالهم فهمنوا شو هو البعد السادس. ارسم لي قواعد وشو البعد السادس بتحدس عنه. او البعد السابع او البعد التاسع اللي انت تتحدس عنه. لك انت بالكاد بالكاد البعد الثالث اللي انت عايش فيه مش عم تفهم بالكاد. عم تفهم الظل والحرور اللي موجودين فيه. عم تفهم المادة المعاكسة ولا مادة المادة. عم تفهم ان الحكمة الضوء النورانية الموجودة في البعد السادس. هاي بحاد زاده. بس معادلة النورانية في البعد السادس. كيف ده بتفهم? فهمني اياه. حتى انت تنقل للبعد الخامس والسادس والسامن. هذي كلمات عريضة كبيرة. هني حتى ما بيفهموها. فلا لانه مسنود على وهم. لا لانه ببعدنا من القرآن الكريم. لما يوجد علماء بصير يقعدوا كل الوقت يتحدوا القرآن الكريم انه ليكوا هدا مخرف. انا لك اجيب وحدة خليها تبكي على 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 بالمحاضرة العلمية اللي عملوها وبقولها شو في اساس التحريف فينا عند السنة. ومش الشيعة لانه لانه الشيعة يؤكدون هذا الموضوع عن طريق اهل البيت. لكن شو بقي من الاسلام? شو بقي من عرض الحديث على القرآن الكريم? كيف لا نعرض الحديث? رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا اما على القرآن المحرف اللي هني بنظره. طيب. هلأ بيجي السؤال. السؤال هو. نعم. عم بقرآ بس الاسئلة. عم ازا في اسئلة بس ولكن كلمات. بيجي السؤال الكبير. طيب اهل البيت شو عانوا بالتحديد بهذه النقاط? انه قالوا. اهل البيت عم بيحاولوا يعملوا هذا الانعكاس. يعني انت لما تقرأ تقراها انه هذه المصيبة والظلم هو الى اهل محمد مثلا. طيب. هاي الاية ما ذكرت اهل محمد. بس ولكن ولكن كيف الله عز وجل يريد فقط ان ينتقم لآل محمد ولا ينتقم للناس المظلومين بالأهلات. لا. لانه هون خلانا نفهم مقامات اهل البيت هون. طبعا. خلانا نضطرب من موضوع المقامات. ارجوكم يا الاخوة والاخوات هادا النقاط فهموها جيدة. موضوع المقامات اهل البيت. لالكن هل مقام مقامات اهل البيت الموجودة في الارض اللي نحن عنا هون هي مقامات محصورة فقط بالاشياء التي قاموا بها. يعني مثلا الامام الحسين فقط هو امام حسين عشان اثد عائلته واولاده واستشهد في كربلاء. لفتى يعمل كل هادا النهضة اللي نحن عايشين الهلأ فقط. يعني اخذ هو الفيز الالهي اللي الله عطاه اياه. اخذ انه الملائكة بتزوروا والانبياء بتزوروا فقط عشان هذا الموضوع. طيب. هل امير المؤمنين سلام الله عليه. هو علي ابن ابي طالب بس عشان كان عارب المناكثين والماريقين والقاصتين وبعدين بعدين كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل البيت وتفرع العلم ودخوله وخروجه بالمعارك وطيب هالمقام هون نجعل مسأل انه علي الحق مع علي شوف هالكلمة وخطورتها يعني ويدور معه كيف مدار لا يدور الحق مع علي عفوا لا يدور علي مع الحق بمعنى اللي نحن لم ناخده بالعموم لا الحق يدور معه يعني الموجه للحق هو عليه مش العكس طيب هل هذا المقام الذي قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هو مقام لانه علي عاربة آآ راح على باب خيبر وشيال وهالامور طيب هالاشياء اللي عملوه اهل البيت كلا ياتون ايها الاخوة والاخوة هو جزء من مقاماتهم يجب ان نفهم هذا الموضوع يجب ان نرى اهل البيت من من المكانة النورانية يجب ان نراها من المكانة النورانية ولا يجب ان نحصرها فقط بالمكانة الجسمانية او المكانة التاريخية اللي هني عملوها كلا ياتون ليش لانه مقاماتهم تتفرع الى اشياء كثيرة خلق منها القرآن الكريم نفسه فهمتوا كيف لانه اذا نحن نصرنا فقط امام حسين بموضوع كربلاء فقط ماذا عن موضوع الولاية الولاية كيف تصنيفات الولاية يعني شو يعني نحن عندما عندما نرى كثير من الاخوة والاخوات عندهم مشكلة مع موضوع الولاية انه هل هي الولاية ذاتية مكتسبة هل الله عز وجل انزلها اذا نحن فهمنا حقيقة الانعكاس وانه اهل البيت سلام الله عليهم الموجودين معنا هن انعكاسات المقامات مخلوطة ما بين عناصر وطبائع لحتى تقودنا الى بر الامان اذا نحن فهمناهم بهذه طريقة منصير نحن ناخد بايد القرآن نحن القرآن الكريم بياخد بايدنا لنوصل لحقائقهم الولاية فهمتوا كيف يعني لانه هذه الحقائق الولاية موجودة في القرآن اللياته مصنفة فيه موجودة بآياته بس ولكنها محفوظة هذا الحفظ الموجود فيه يجب ان يكون انعكاسة من ان خلال عناصرك وطبائعك اذا كانت فيها اعتدال لحتى تقدر تعرف هذا الاعتدال القرآني الروحي بيقدر ينعكس عليك وانت بتفهم الحقائق الموجودة فيه غير هيك ما حتوصل الى له يعني مثلا انت اذا اعتبرت الامام الحسين هو امام حسين فقط بالمقام الكربلائي انه هو راح على كربلاء كشخص وبعدين قطع جسده والشريف المبارك بعدين دعس عليه بالخيل وهالامور الذي نفزنوا اليها كثيرا ونبكي عليها كثيرا وكثير من العلماء كرسوا كل حياتهم بس عشان يقولك اتدمع عليه بالدخل لك الجنة والامور الموضوع اعمق من موضوع الجنة بس ولكن الله عز وجل جعل الجنة امامك لانه بيعرف ما حتهدام بالموضوع اذا ما في جنة صدقوني لو قيل لي كثير من الناس انه هذا موضوع الامام الحسين وكذا بكاء عليه هو فيه رضى الله ما كان حدا يعني حسب العشرة مع كثير من الناس دايما الموضوع المادي الجزاء يجب ان يقدم على اي شيء لحتى يقدروا يمشوا الناس فيه ولا ما بيمشوا فيه عشان هيك مثلا بقل لك في بعض الادعية في شهر رمضان من قرأ هذا الدعاء قبل الافطار كتب الله له عز وجل مئة الف حسنة ومح عنه مثلا مئة الف سيئة وحشره مع النبيين والصديقين انت بتطلع على الدعاء بتلاقيه سطرين كيف سطرين هذا وبيعمل هذه الكمية الهائلة من الحسنات لا لانه بالرغم من هذا الموضوع بالرغم من هذا الشيء كمان الناس بعدها معهم تقرأ لهذه السطرين قبل الافطار بالرغم من كلها كمية الهائلة من الحسنات معهم يعني هون نتعمق اكثر نتعمق اكثر ميلاقي الله عز وجل عبيحط الموضوع كمان شوفوا انتبهوا هذا الانعكاس كمان كشيء الله عز وجل بيشوفه من خلال المادية ها نلقى علاقتنا مع الله عز وجل علاقة مادية بس علاقة تجارية هون بيصير موضوع كمان داخل مساء بالانعكاس اللي انت بتطلعه براتك وليك مطلوب اللعب على العناصر بالداخل تبه فسأل امير المؤمنين بيقول لك اه منهم من يعبد الله عبادة العبيد كالعبد يعني ومنهم من يعبد الله عبادة التجار ومنهم من يعبد الله عبادة الاحرار فلانه موضوع الاحرار هو موضوع في هيك في هيك صورة هيك ملمعة انه نحن احرار وثورة وقصص بيقول لك كل الناس انا عبدت الله بالحرية لاني حر وعبد الله عبادة الاحرار هذا بحد ذاته فشد بالفكرة لا لانه الله عز وجل يريدك ان تعبده بالطباقة هيدي في بعض الاحواد في بعض الاحيان يريدك ان تعبده عبادة التجار في بعض الأحيان يريدك أن تعبدوا عبادة المبيد في بعض الأحيان يريدك أن تعبدوا عبادة الأحرار لأنه هذا التنقل ما بين المقامات هذا التنقل ما بين الطبائع والمناصر يعلق لك قلبك بحدا وبيصير يخليك كل وقت تنجرف لهذا التعلق حتى أنت تبلش تضلع هذه الانعكاسات التي هي مشمولة على هذه تلات عناصر التي ذكرها أمير المؤمنين بالعبادات نفس الشي القرآن الكريم يربط بهذه المسألة بكثير من الأشياء فيه الأشياء الخلقية فيه الأشياء الشفائية للنفس فيه العناصر الكاملة الموجودة الكاملة بالطاقة والقوة والقدرة يعني مثلا أنا إذا بس بدي أفتحه لحتى أعرف الغيب هناك هتكون هون في مكر وهذا فيه خير الماكرين يعني مش عم نتحدث أنه في مكر لا فيه إنعكاس ما بين الطبائع الموجودة للفاتح القرآن واللي عم يقرأ الآيات واللي معكوس عليه اللي هو أنت معرفتك للغيب وهذه الأشياء لذلك أيها الأخوة والأخوات يجب نحن أنه ننظر لهذا الكتاب ونترفع عن عن موضوعي الذي دائما يقولوه عن موضوع التحريف فلينا أتكون هذا الموضوع فيه إذن من أهل البيت لإذن موجود أنه لما يجي يقولوه لكم أهل البيت سلام الله عليهم من وقت عليه عليه السلام لما انطبع القرآن وبلشوا يعملوه هذه الموضوع موضوع التاريخية هذه رواية حافظ وهالأمور كلياتها والفتحة والكسرة وهالأمور أيها الأخوة والأخوات لما يجي يقولك تبوه هذه النقطة لما يجي إلك أمير المؤمنين سلام الله عليك أذنت لكم هذا القرآن خدوه هلأ هذا كافي لإلكم تبوه هذا الإذن لأنه عدل للقرآن تبوه إذن من إمام فيه هو مدل للقرآن الكريم يأتي حتى لو كان موجود فيه شيء غير مطابق لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثلا في بعض الآيات تهتعدد مثلا مثل مثل موضوع يزب الله عنكم الرسالة أهل البيت وطهركم تطهيرة انفطت هاي الآية بين آية رسالة الرسول هاي دي إذن أهل البيت سلام الله عليهم لإلنا نحنا هو تكليف تبوه تكليف هذا التكليف قائم على أمتحان ها هي أهمية هذا الموضوع وهذا المكر اللي أعمل لكم هذا التكليف قائم على أمتحان ليش لأنه اللي ما بيؤمن بأهل البيت سلام الله عليهم ما عنده تكليف بقراءة هذا القرآن من الأساس أنتبوه أنتبوه ها هي النقطة مهمة يا خلق مني يعني لإلكن الذي من الجماعات التاني غير الشيعة بيجي بيقرأ القرآن والأحاديث اللي عنده بتأكد لوجود التحريف الإنعكاس القرآني لإله سوف يوصله إلى أشياء غير جيدة بالأسف يعني هذا الموضوع أبقلكم إلا إذا كان فيه شيء موجود فيه من أهل البيت سلام الله عليهم لحتى يوصلوا لنقطة الأمان والتكليف اللي إجاء من أمير المؤمنين صلى الله عليه بأنه هذا نعتمد هذا القرآن لهذا الاعتماد الله عز وجل من خلال التكليف اللي أعطاه الأمير المؤمنين صلى الله عليه لقلنا نحن أنه هذا القرآن خذوه ما فيه هذا هو ارتضى ارتضى أمير المؤمنين بهذا القرآن وعطانا هذه المعاني الداخلية والإنعكاس الداخلية سوف تبدلنا الى نحن حتى لو كان هناك في تغيير هل اي حملوها ونحطوها في فتحة في كسرة في هالأموم ليه لانه هذا يرتبط بهذا الازن لعدل القرآن هون اهمية الولاي ولاية أهل البيت لأنهم عدل القرآن مش الموضوع انه مثل ما بقولوا ان عدل القرآن ولا ينفصل ولا يفترقه حتى يرد علي الحوض ونحن سجلنا نقطة على السنة لا موضوع عمق بكتير من تشجيل النقاط بجعب لكم موضوع اللي عدل انه هني عدل القرآن الكريم موضوع هائل اذا نحن هم بتحدث كقرآن هو ليس مخلوق مثلا في روايات عن آل البيت هو ما بينه ان يكون مخلوق وليس مخلوق هني قالوا هاي الرواية موجودة بس ولكن من اي باب من اي منحة ما كل شيء مخلوق لله ليش بده يوصل القرآن الكريم لقول ما بينه مخلوق وغير مخلوق لأنه هناك شيء نابعة من شيء آخر فيه وهي المجموعات الفاعلة الموجودة فيه مثلا انا جعلنا انا كذا هون الناس بفكروا أنه الجمع لله عز وجل الله عم يجمع حال لأنه هو شو جلالي وكذا لا كل القرآن هون كل ياته فعليا لم يذكر الله عز وجل حتى لو قول إني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني حتى بالرغم أنها وجودة الآية لم يقترب لم نقترب من حقيقة حقيقة الخالق إلا بموضوع الذين يؤمنون بالغيب بصورة البقر إني هونيكي مرتبطة بالألف والياء إني شوفوا الألف أول الآ إني أجيبوا الألف والياء يعني من أول الأحرف الأبجدي لآخرها الله عز وجل يرتبطوا معنا بهذا الخلق إذا نحن للداعي إني أجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني يرتبطوا بالشوء بالموضوع الحرفي بالخلق الحرفي لإذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلماء قالوا وهذا أقرب شيء كان لله عز وجل أن نذكر نفسه وهي نفسه مخلوق ومنجعه من أوله جديد فلكن لما قال ألف لا ميم ذلك الكتاب ولا ضرب فيه هذا المتقين هون يتحدثوا عن ذلك الكتاب ذلك الكتاب هو مخلوق مخلوق يعني إلا هو اسم الذين يؤمنون بالغيب هون أقرب ما كان أن يكون فيه اسم الله عز وجل ثقيفي قال وهذا يذكروا في أول القرآن الكريم في تلك الروحانية الهائلة اللي هي ترتبطوا بالتجعب لكم بالعناصر ترتبطوا بالطبائع ترتبطوا بالصور ترتبطوا بالطاقات كلها طبعا ترتبطوا فيك أنت كشخصك أنا أدعوكم أنه لما تفتحوا القرآن وتشوفوا أي آية تفكروا فيها من هذا الباب تفكروا فيها من هذا الباب لا تتفكروا فيها فقط من المعنى الصارجي أو من المعاني الباطنية التي تزل لا تفكروا بها من موضوعي كأنه هناك التراكمات وتجليات وانعكاسات كلايتها موجودة بصورة كلايتها تؤدي إلى هذا المكان لأنه بهذه الطريقة نعرف هذا المخلوق نستطيع أن نرى ذلك الفايد طبعا ما في قدرة لعقولنا كثير أنه نقرأ دائما بهذه الطريقة بس ولكن نحاول لأنه ننشر هذه الطاقة الطاقة التراكمية الروحية لأنه صار إلها إذن موجودة هلأ في الأرض كان بالقبل ما قلنا إذن فيها بس ولكن اليوم الإذن إن شاء الله موجود لأينا في الأرض لا لأنه محكومي بهذا العلم اللي عمقلكم عنه إن شاء الله إذا نحب أن نتحدث أكتر حتى بمعاني ببعض المعاني القرآنية يعني حتى مثلا بموضوع موسى لما قيل له ضرب هذا كيف خلق الجسم بجسم الإنسان إذا نحن نتحدث أسمع عن الشق عن البعد الشفائي أو عن البعد الطبائعي أو البعد كل آية من القرآن الكريم إلها أبعاد كثيرة تشمل كل العلوم التي لا نهاياتها ولا حصرة لها إلا عند أمير المؤمنين سلام الله عليه لأنه كان باب علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله نكون قدست إن شاء الله بهذه المحاضرة إنه هذا باب يفتح ألا نحن لازم إنه نلتفت له هذا الباب لازم نبلش نقرأ القرآن بهذه الطريقة خصوصا نحن على عتابي شهر رمضان المبارك أتى بعد منه أتى قبل منه لأنه قلت لكم وصلنا ب نقيقة الخلق الإلهي كل ياته هو بلحظة خلينا نقول التقدير كل ياته ناتج عن ليلة القدر اللي هي تشتق منها كل الأيام لازمها تحدثنا عن عن حقيقة الوقت وعن حقيقة الزمان حقيقة المكان والأشياء كليتا فتصبح أيامنا كليتا ترتبط ببعضها البعض ولحظاتها مربوطة ببعضها البعض فتصبح كل أيامنا رجب وتصبح كل أيامنا شعبان يصبح كل أيامنا رمضان شهر شهر رمضان ونصبح من خلال القدر المكتوب من بليلة القدر هو كلها يتمر طبط بليلة وحدة بحياة وحدة بثانية وحدة وهذا المعنى اللي بروا بيه الدعاء بقول واجعل واجعل حياتي في خدمتي كسرمدة بعد زر شوية ليه وما يكي راسي لأنه الموضوع القرآني موضوع هائل وكبير ويحتاج إلى ضبط يعني لما يكون الواحد عم يحكي هذا الموضوع يحتاج إلى ضبط لأنه بصير أنت عم تتشعب بكتير بكتير أشياء هائلة بالقرآن الكريم يعني كل ما عم بفتحه عم بيفتح أشياء كتير هائلة بس ولكن هذا الموضوع حلق بعد يحتاج الدخول إليه يعني بالتورغل به شوي شوي لأنه ممكن يضيع ناس كتير شنا بعد الأخوة عم يسألوا أسألة عم كل فعال نسألكم الدعاء وإن شاء الله نتحدث بالمستقبل عن هذا الموضوع بطريقة عامة وبتمنى أنه تسألوني أسئلة تسألوني أسئلة أكثر بهذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجف صبعا الحمد ربك أستحفره أنه كان طواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته